السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا هي اليوم اربعة فبراير الفين وواحد وعشرين. اليوم قد نعملوا واحد الفيديو على سؤال جواب. نجاوب فعل سئلة دي المتابعين اللي كي سولوا على السفار وشروط السفار. وكذلك بعد الطلبة والتلاميذ اللي كانوا كي سولوا على يعني للطريقة باش يجي وقرأوا في الفيديو اللي عملتها دي واحد اليومين. قول ما نبدو سؤال جواب بغيت نعلق هدل الاعلان اللي علقاته للصفارة الاسبانية في المغرب. وهد الاعلان مشي باش نخلع الناس ولا نقول الناس ما تسافروش ولا. ولكن باش كل واحد كي يكون عارف اه يعني قول ما يسافر كيكون عارف السلبيات والايجابيات. طبيعة الحال كي بزرد الناس قصوا ميها ويقضوا الغراد. وكي الناس اللي الغراد ديالو هنا يره عامو اللي عامو نصف ومهود يعني راح عياب نفسيا يعني راح راح مهلك. ولا مهلك كي بغي يهووذ المغرب. ولكن بغيت نخلع لكم هنا هدل اعلان ديال الصفارة الاسبانية في المغرب اللي كتقول فيه. اذا كنت تنوي السفر الى الخارج دع في اعتبارك ان مقامك يمكنه ان يطول بشكل غير متوقع بسبب كوفيد تعتاشر. وكتزيد انتهات كتقول لك الصفارات والقنصليات الاسبانية لا يمكنها ان تغطي مصاريف محتملة وزائدة عن لزم هذه السنة. هادل الاعلان انه كنعتبره موجه للاسبان يعني كن الاسباني كيمشيه مسانة ربع يام خمسية. ولا يعني محد مدة قصيرة ولا الله حفظ تشدد الحدود يعني وبقى يعني منع الخرج والدخول من المغرب. فبالتالي كي طلبوا القنصولية يعني لنا هتساعدوا ما نها تعاونوا ما هذا. ولكن هنا كنتشوفوه بين مزدوجتين القنصولية وكأنها تتبرم الناس اللي كيهودوا المغرب ولا كيخرجوا خارج اسبانيا بصفة عامة. وكتقول لك بان الصفارات والقنصليات الاسبانية لا يمكنها ان تغطي مصاريف محتملة زائدة عن لزم هذه الساعة. يعني اي لمشيتي ببرزك. هنا يعمل هاشتاق ذي السافر بمسؤولية سافر امنا. ولو بغيتي مزيد من المعلومات كتدخل هنا يا. وكتشوف انك يقول هنا يا. هنا يا مهم اللي كيقولوا هو وانا يعني لمشيتي ادي معك فلوس زي ده. حال هنا يا بياخر سوق لك وانتبه بانا لا تقدر تبقى واحد مدة اكثر من من لازم. وكان هنا هنا كدلك يقول لك يعني يتعمل دك التست. وهنا هنا يقول لك بياخر سوق لك ايسي بياخر ستران خيرو كنسيجورو ميديكو خسك زمال سيجورو ميديكو الى بغتي تسافر. سي بياخر ستران خيرتين بريسينترا سيطواتيون يعني كن فرصة قدر يعنيенное قدي دي الوكبید و ها هو هدة اللي نا هذا المصور ها هو هده كت تقول لك. سي بياخر سالي ستران خيرو را استران خيرو ويخوار دا كيش تحرر ويخوار داك راك راكار داكه ذهي برها سأجر داك عن داك الهدران خيرتون وليش تحرر عرور داكتون وليش تحرر في داكتون. بريسه يتم اطور في داكتون وليش تحرر الطيارة الديناء ولا? ها هو يعني هدا في الوزارة الخارجية كان هاد المنشور هدا. انا بطبيعة الحال بحال اللي قلت لكم يعني ماشي كنخوف الناس ولا نقول بنا دمي سافرش ولا هدا. بالعكس هناخد دمين ديال الطيران والمطارات. وإلى ما سافرج الناس هنقدر نبقى بلا خدمة ولكن وبهي وجب الاعلام بحال اللي كي يقولوا هالناس هاو مفرص من الاخبار. وكل ربعة عشر يوم لخمسة عشر والاشهار القنصوليات الاسبانية خارج اسبانيا. كتعاول تعمل هاد المنشور هدا كتذكير للناس اللي كي يسافروا يعني الاسباب غير ضرورية. هادش اللي كاين? وده بغادي ندوزون سؤال جواب. بغادي نحاول نجاوب اكبر كم من من الاسئلة ديالكم والتعالق ديالكم كذلك. واول سؤال غادي نبدو مع ماريام ميلود. من فضلك اخي الكريم هل يوجد رحلة اجلا من مدريد الى الجزائر. فمارس. الاخت من الجزائر بغادي تمشي الجزائر من مدريد. اختي مريام بحلي قلت لك رسولة لك الناس ديال اللي راعد جيري هنا هيا في مدريد. وما كانش رحلات مباشرة. من مدريد للجزائر. الابغادي تمشي الجزائر خستك تسجل في القنصولية. في واحد الليستة. في القنصولية الجزائرية طبعا هنا يا. في واحد الليست. ومن بعد كيتكلفوا بالرحلة. كي ديو الناس من الالجير. فو حيط طيارة كبيرة. ولكن في الرجوع راح سيكتقلب على كيفاش ترجع. ونورمال ما باش تخرج من الجزائر ده باش سيكتشري لبية اما مع اير فرانس ولا مع شركات فرنسية. ولكن رحلات مباشرة ما زال ما كعينش. يمكن في الوسط ديال مارس ولا في الاخر ديال مارس. كي يقول بانا غادي بدو الرحلات من مدريد مباشرة لنا العالجة. ولكن اه ما كيش تأكد لانا الامور لانا بحل كتتزييرش شوية. وإلا كانش حال هادي باقي ما بضوش الرحلات يعني ما نقدرش نأكد لك بانا في اخر ديال مارس عتكن. انا قلت لك لربما انتيني عارفها الطريقة ايلا ممكنش عارفها راخش كتمشي للقنصرية تسجل في واحد لائحة. ومن نايم من مدريد كي يدي واقل باريس ومن باريس من الجزائر. العاصمة. البيية تقريبا كيخرج لك تلتمية وثمانين اربعمائة اورو. غير الاي غير المشية. غير ما تمشي لحساب القنصرية. الله يصر لامر اختي. هادي الاخت كتسول على ذاك الفيديو اللي حطيت على الدراسة في اسبانيا والجامعات اللي عادية تعمل يعني مع التلاميذ اللي بغي نجي يقرأ ولا الطلبة اللي بغي نجي يقرأ في اسبانيا. الاخت متى عيدة كتقول السلام واش ضروري تكون كتعرف اللغة الاسبانية. الجاوب اللي جاوبت في الور على حساب التخصص اللي بغيت يتعمل ولكن السبانيا ضروري تكون وخامشي بزاف بعدها غير باش تتوصل معهم. ولكن اختي عيدة اليوما سردوا لهedi المساج باللغة الفرنسية. انا بديت سجلت معهم على اساس يعني نتعلم ونننشوف شنو كيقولوا ثمه. وكذلك نعطيكم معلومات. وليو ما سردوا له Limaس باللغة الفرنسية. يعني الاشبانو السردوا لهittä المساج باللغة الفرنسية وهما كيعرفوا بان يعني اللغة الفرنسية واللغة العربية في المغربية لغة التواصل. فكان ظن بانه غادي يتواصلوا مع الناس بشي لغة اخرى لغير اللغة الاسبانية. خصوصا يعني الاحسابي سردولي اللغة الفرنسية. فمياه في مياه غادي يتواصلوا مع الناس. وهو المساج لي سردولي بلغة الفرنسية كما كنت شاهدوا في الايميل دي تسجيلت بها معهم في ذاك 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 غادي يعملوا. ها هو هنا يا. يعني بحل كيش يجعوك يقول لك لا يقول لك وش علمت الاصدقاء ديالك وطالبات اخرين حتى هم يتجبوا معنا في في السيت. راندي فولو ناف ديز ويونز فبريه بروشان. رامو يقول يعني كنستن ناوك نهرا تسعود عشر احداش كما كتشوف بلغة الفرنسية. بارتاجي يعني يعني كي يوم كيش يجعو هنا يعني باللغة الفرنسية كتشوف التواصل معي. وبالتالي هل غادي يتواصلوا بشي لغة اخرى مغير اللغة الاسبانية. هادي الاخت جامي لك تسوي السلام علي فهم كنت منا تجاوبني انا درت تحليلة وخرجت لي ايجابية يعني اخرج عندك الفيروس ديال المرض هذا. وقالوا لي وخات عوديها عتخرج لك ايجابية شنو ندير بطبيعة الحال اللي عاودتها عتخرج ايجابية لان تقريبا الفيروس على حساب اللي يقولو كيبقى ما بين عشر يوم حسن ربعت عشر يوم عادك يحيد من الجسم. دبا يعني رك ما ما تقدرش تسافر وما تمشيش للماطر بديك الورقة هذيك لانا لمشي ترا غادي يعني غادي يعني غادي يقلمو بك وغادي يديره لكم مولتا لانا خرجتي بذاك يعني تسمى خرجتي وانت هنا عندك ذاك الفيروس نور ما مومي كيكون خصك تبقى في الدار وتعمل الحجر يعني تعمل الحجر الصحي في الدار تعلم الطبيب ديالك وتعلم الخدمة اللي كنتي خدامها باش كيعطيهوك باخا يبقى تبقى في الدار حساب تدوز هاد المدة هذي عادي كتعاود تعمل التاست مرة اخرى يعني رما كينشي طريقة اخرى باش تسافر يعني انت هي مريدة بها تدير المرضى هادا عندك ايجابية وهاتش اللي كان اللي يقول لك انا عارب يعني الانسان قطع البية ويعني يخسر الفلوس وهذا ولكن هاتش اللي كان وبالنسبة لشركة الطيران الشركة اللي مسافرة معها عاي يطلم هما نور مورا هما يخلصوا لكش البية ولكن كينبعت الشركة كتتعامل وكتبت دلك البية كتبت دلك البية النهار اخر على حسب كل شركة وكيفاش كتتعامل سوى الخوية شكرا على المعلومات جزاك الله خيران انا بغيت نسافر من مالاوه فريانر ومراكش بورو هما يكون موشكيل ووtur فين lavoro خسنا دياء على حسب البلسة فين ساقدنا هنا وهي البلسة اللي ساقدنا فييان ساقدنا وهي بدر من الحزر الصحيب امكنك تخروج ولكن يعني اللي كين حزر فى البلسة اللي ساقدنا فيها ولا في مالاوه في 업ل اين كين المطار ضروري يستخدام الخوات فى الساقدت كشل. Mountain فينا مينتو. يعني كنت قلن لك ما شي ضروري ولكن تقدرت تسافر بلا مشاكل. بالحقان النصيحة ديالي للناس كاملين دابل في اوروبا بغض نظر على الدولة اللي فيها. يملكون مسافرين حتى يكون عندهم علاش. ولكن عندهم علاش يكون عندهم الخستيفيكانت. لانها ما كتراش انتنا كتشل بيه بسمانة ولا بعشرية ولا بخمسة عام قبل. وانتقدر النهار اللي تكون تسافر فيه انتنا عادي يكون شي حاجة. عادي صمتصة اللي فقط ـ على صفاعدة الوخصية ولا باشطرا لكن هؤلاء سمع تقولين لقدرانتظرين إلى صفاعدة الحكومين وليس كنت ستكون عندهم مستحفرين كنت قدرانة هم انتنا لديهم كنت عانوي حسر في السيطة الأمور لديهم'sي اجازة من مركز اميكناز لم يكن مقناس للا لستة. انتونسس. نو بودا اثرلو ان كلينيكا بريبادو ان مكنس. مهم الاخس كتسول كتسقول لك بيان اه هي بغت يعني تجي ان اسبانيا. هي ساكنة في مكنس. والا العقل تمزيين كنا عند البيي من رباط. يعني ادي تجي من رباط للمادريد. على ما ادون. اه المهم هي اجي من رباط. عتخرج من رباط. كتسول اواش بامكانات تعمل التست في الرباط ولا في مكنس. انا جاوب تساوق تلار تقدر تعملو في مكنس. هي قتل دخلتنا السيتو في سهل دي الانبخة. ده حتى انا بديكم انت عملت واحد الفيديو لان السفارة الاسبانية عملت واحد اللي ستا دي المختبرات في جميع المدن المغربية تقريبا. اللي يعني هي معتمدة من طرفها باش يعملو الناس بالسائر. ولكن مشي بالضروري تبشين ذاك ذاك المختبر اللي قررت للسفارة الاسبانية. يعني في ذاك الاعلان هاداك نلتاها حتى في الاخر كتقول بان هاد هاد المختبرات اللي تنهي في هاد اللائحة هذي. هما يعني لتسهيل الامر عليكم فقط. ومشي يعني ضروري تتعملو هنا يا عاد تتتفقنا يعني مش بالضرورة تكون عملتو في هاد المختبرات هذي عادك تتتفقوا. وبالتالي لك انت يعني ذاك في ذاك اللي اللائحة ما دخلاش مكنس. انت هنا طبعا مكنس مدينة كبيرة وراعي يكون فيها مختبرات. فاشوف اي مختبر يعني يكون يكون عنده سمعة عنده يعني المسائل دياله يعني معروف يعني كي يعمل للتحاليل ديال هاد الشي هذا. ويعطيك الورقة يكون فيها ما ليعطيك الورقة يكون فيها اللوغو ديال المختبر الاسم ديال المختبر رقم الهاتف ديال المختبر والعنوان دياله والبارد الالكتروني اللي كان عنده. والعنوان دياله. وبالتالي يكون كيبان اسميتك الاسم العائلة الاسم الشخصي النمرة ديال الباسبورت والتاريخ الزديد. وهاد هاد الشي اللي كان يعني كل معلومات مضبوطة فيه وصافيات الشي اللي كينا مشي بالضرورة حتى يكون في ذاك الليستة ديال السفارة الاسبانية. اخويا ام درا القتلية ذاك الشي اللي قلت ليك البارح. الله يعونك. عاود ولا تقاتلي جاوبني جاوبني عافك. اختين سينا اللي كتسور على بجت مشي القطر. شوف مشي الاغادير تمك البيرو ديال رواية الار ماروك معهم تقدر تشري البيه. رواية الار ماروك بيدة كتبع البيه. اه اما اتبشي مع رواية الار ماروك ولا تشي مع القطرية. وخشري البيه ديال الخطوط الملكية المغربية. عندهم الكودشير عندهم اكي تسمى الكودكو كم بارتيدو. بينا تنبجوش. القطرية كاز ديال روايال ورويال كاز ديال ناس ديال قطر. يعني لو كنت سيساكنا في اقادير. ما جبرت لكش النمرة بعدها. النمرة ديال القطرية في كازابلانكا ما ما جبرتها. سوات الدرالي ما جاوبنيش. ما قدرت انسيستي بززاف كل واحد اقول لي يعني كيكون كنصرد لهم غير الواساب. حتى كيكونوا يعني عندهم الوقت عادة كي كي يجاوبوني. ما جاوبني حتى شي حد. ستانها تسعليكا من فيها الفيديو. ولكن اجبرت بان بامكانك تشري البيه مع الخطوط الملكية المغربية. وتمشي اما في طيارة ديال الخطوط. يعني اما تبشي في طيارة ديال القطرية. ولهذا لا كنت في اقادير. فقرر من المطار وبشي اللاجونس راتما كيكون طبعا الخطوط الملكية المغربية بجميع المطارات. وسولهم هما غادي بيقول لك لبيه ان شاء الله. ولكنش يسأل لشي سؤال اخر مرحبا بك. نورة السوسي. شكرا بزاف. خوية بقالي. والله العادة من زيانة لنا. والله سهل لك نستفد منك بزاف. عافاك واحد السؤال وبنسبة الرحلة سريينة ديال خمسة من رباط المادرين. ومازال اخي كينا ملغوهاش. اليوم اربعة في شهر ومازال ملغوها ساخش اخير. عودنا كيفاش دازت لك الرحلة اذا بغيتي. السلام عليكم الله يدي. اه هذا عبد الرحيم كيسور فوقاش يبدو واش مازال شكرا كيسور للبس اير والا والسيريولوجي يعني هذك الرابيدون واش فوقاش واش فوقاش عدي بدو يديروه في المطارات الاسبانية. راجعو توقت له مازال ما بدوش. من شاء الله هم ليبدو ونديروش فيديو. الحت الساعة مازال كي نقشو الامور باق نزال كي هدرو فيها. ولكن اه مختبر التحالي اللي عدير هدل 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 الاختبارات هدتس بس اير راه ديجع صافي وفقولا عطوها الايد نعطوها يعني صافي رب دا وغا دي بدو يخدمو ولكن مازال ما كينش تاريخ محدد فوقاش غا ديب دا. سلام خويا واش بس اير باش الدخول ان اسبانيا خصوصكم فيه اتنين وسبعين ساعة منهار شديتي. لا خصوصكم فيه اتنين وسبعين ساعة منهار اللي اخدو لك نهار اللي دخلتين اللابراطور. نهار اللي نهار اللي اللي دخلتين اللابراطور باش ديرو لك التحالي. ده برا ما كيتعطلوش بزاف. وفي تانجار اه اللي دخلتين الصفارة الاسبانية عدت جبرت مك اللائحة ديال مختبرات ديال التحليلات اللي يعني موافقة عليهم المعتمد من طرف اسبانيا. ولكن مشي بالضرورة بشين هدوك. المهم هدوك زمعا را كي ديرو دك تحليل اه ضغية. وكينشي وحدين كيعملو لك يعني كتشبرا دغية. كتخلص فلوس زي دين وكتشبرا يعني ما كتتعطلش. هدا الجواب على الشيء اللي هو من السؤال ديالك. السؤال الثاني عشنو هي الوثائق اللي كي تلبوه اللي يجاي اول مرة من المغرب بالتجمع. المهم الباسبورت بالفيزا ديالتجمع عائلي. قبل ما تشري بيه معاشي معاشي شركة. قبل ما تشري بيه معاشي شركة الطيران عيطلهم وصولهم. شنو اللي كيحتاجوا منك بالضبط. انا اللي متأكد كيحتاجوا هو البي سي اير. وهاد الورقة هادية انا كنا ملالك هنا يا. بعد كليكي عليها وعمرها. بدخل اسبانيا. الى ما عرفت ايش يتعمرها. او لا ما كينشي حد لي عمرا ما يعمر معك. بليكتشي الماطر كاعدة الوقت تعمرها. لكن انا دايما كان في الطرف اللي كان يقول للناس انهم يعمرها اولاين. هنا درتها لك هنا في الجواب. بعد كليكي يتمها. غادي تخرج لك اذيك الصفحة اللي خصيك تعمر. وورقة اخرى كذلك مهمة كندن كيطلبوها ده بجميع شركة الطيران هي مغادرة تراب الوطني. خصيك تجيبها من الولاية ولا من البشوية لحساب المدينة فين ساكن. ولهذا قبل ما تقطع بيه مع الشركة اللي هتقطع معا عايدلهم وعاود تتأكد معا. اللي متأكد انا منه هو خصيك بالسائر بيكونش فيت. اتنين وسبعين ساعة من هار اللي مشي تدرتي فيه تحليلة. خصيك تعمر هاد الورقة هذي باش تدخلن الاسبانية. اما اونلاين واحسن تعمرها اونلاين. او لك يعطوها لك في المطار. وورقات مغادرة تراب الوطني. خصيك تجيبها من الولاية. هادو مالحاجات اللي متأكد منه. وإلا كنتي غادي تمشي في البركو. مما كتحتش ديك الورقة دي المغادرة التراب الوطني. لو كتاعد شي في البركورة. كين باركووت كيخرجوه استثنائيين تقريبا كل سبع ايام كيخرجوه من المغرب. كتعمل الصفارة الاسبانية. الى الاحتراح هنا في الفيديو عملنا كتر من واحد دائما تقريبا. بوشرة. السلام عافاك واش نقدر نسافر من بلجيكا الى المغرب حاليا ولا لا كنت تتمنى تجاوبني. اختي بوشرة بلجيكا باش تخرج من ندابة حال فرنسا ولا كتر من فرنسا. باش تخرج من بلجيكا خصي يكون عندك سباب يعني تغفق عندك شي سباب قوي باش تخرج من بلجيكا. من بين الاسباب اللي كان عرفانا مثلا الناس اللي كيعملوا الرياضة. اه اللي ماشي مثلا شي يعملوا شي الناس اللي عندهم الشركة. الناس اللي مثلا الواليد دياله ولا الواليدة دياله عيانة. اه ولكن الشهادة كامل بلا اتباتت. والناس اللي مجووجة. الى كان السيد في برجيقة مجووج ولا عنده يعني عندي مراته بوغي هود المغرب يشوفها كذلك مسمح لو يهود. والمرأة اللي في برجيقة عنده رجلة ولا ولا اولادة ولا الاولاد في المغرب عنده حق يهود يشوفه. هده هي الاسباب اللي عارفان الحد الساعة. سينو عايت الشركة اللي مسافرة معها بحال مثلا العربية ورهما غادي حقيق دولك الاخبار يعني آآ حس ما عارفش الكاديالك ونكتغر قلت ان علش هوا ده نقدر نقول لك اه اه او لا عاي يطلم ويعطيه وك اللي ستاديال الناس يعني الاسباب اللي بامكانك تخش بها برجي. السلام عليكم الوالد قطعت له تذكيره فريانير وعملت ساك صغير عادي فيه اه خمسة وربعين خمسة وعشرين وعشرين سنتيم واش اذا الدسك في خمسين سنتيم يقول له عليه شي حاجة. واش عادي نقول لك اختير لاخي. وعلى حسب لي كي يكون فلاب وقدم بع كومو. كين راح بحالي اي حاجة في العالم. كي اللي على على حاجة صغيرة يعني تقدر تكون بالنسبة لانك مسافرين تافيها يقدر يعني ما يخليكش تدوس. ويقدر الانسان لك يعني خصا اذا كان ماشي عامر مثلا وخافي خمسين سنتيم يعني زيد ديك خمسة سنتيم وماشي عامر يعني ما ماشي كبير بززاف يقدر يخليه تدوس. ولا شو ما ديرين هاد المعايير هادوم حيث هدا هو العبر ديال البلاسة اللي كينت تحت الكرسي اللي قدامه. حيث هاد ماشي تحت الكرسي اللي قدامه. وديك خمسة سنتيم كتكون خارجة. ولكن ما انقدرش ناكد لك انا يعني واش يخليه ولا ما يخليه واش. هذه امور انسانية كتبقى على شح حساب اللي كي كن يعني كي في البورة ديالباركي ولا في البورة ديالباركي وكي خلي الناس يدوز. ونسمن الله الله الله. سلام اخويا بقالي. الله يحفظك واش كينشي طياران مهلندا المغرب حاليا او شهر نخطلاتها وشكرا. اختمرية يا متبقى على اليك. اا ماشي راح الات كامين كانن 不 ход مسان ديال العربية تتلغوا بالزف ديال الرحالات. ولكن ديال الخطوط الملكية اليوما ش في احد الرحلة من ان امستردام النادور. من امستردام للنادور شف واحد الرحلة ديال الخطوط الملكية المغربية. كين كدلك Washington تنجا. ولكن العربية مؤخرا شمك يعطي بالزف ديال راحالات ديال العربية. هانتن هدي هي الرحلة ديال الخطوط الملكية المغربية. اللي خرج اليوم ونهار اربعاء فبراير الفين وواحد وعشرين من امستردام. هاي. الشيء هيك تخرج من المطار. هذي في الرادار على المباشر. اتي تمنيه خمسة واحد. بعد الناظر. ما زال ما وصلت شحة الاسبانية فاتسعة اللي كان عمل في الفيديو. هاي ديال بلسة اللي وقف فيها فاتسعة. هاد عاد يكون اخر سؤال ان شاء الله. سلام خويا عفاك انا بغيت نسافر اسبوع اسبوع المغرب والغارة الدروري واش كين رحلات ويكون اغلاق. جواب ان الله يخليك. اختيتوا كين الحد ساعة الرحلات لمبرمجة ما زالت مبرمجة كما هي. بالنسبة للسفر الى المغرب. ولكن اه واش يكون اغلاق? هادك مسائل العلم لله هو انت هنا كتشوف الامر شوية يعني كم بزاف ديال المارض ود الكوبيد وتشير الناس بزاف كتنقص الرحلات وتشد ولكن ما بين اسبانية والمغرب يعني الحمد لله ما تقصرتش بزاف الرحلات ديال ديال الطيارة ما بين الدولتين. ولكن بطبيعة الحال اي حاجة ممكن. يعني القرار الول والاخر كيبقى لي لك اختي سوكينة. لا يصر الامر. مهمة دول الاسئلة تقريبا كندن جاوبت على جميع الاسئلة. الى فلتلشي واحد ولا نسيتشي واحد اسمح لي ويعاود يسهوني مرة اخرى في فيديو اللي ماجي. السلام عليكم وللانبروكا.